المصريين في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حب آل البيت لهم حال أحوال المصريين مع آل البيت ومع زيارة كل ما يمس آل البيت والتبرك بكل ما يتعلق بذكر آل البيت ثم الأولياء والصالحين عموم المصريين لهم حال في هذا ثم جاء من يتحدث عن هذا بأنه يعني يخرج عن الأطر الشرعية إلى أطر أخرى ويصنفه بأمور ربما لا يتقبلها حتى العقل الوسطي المصري العادي لكنها موجودة ويقام فيها محاضرات وتلقى فيها كلمات وكتب وغير ذلك ماذا تقول في هذا المقام ماذا يفعل من مخالفات في هذا أو ما هو مستهجا في هذا زيارة أولا أهل مصر يحبون أهل البيت رضي الله عنه والسيدة زينب رضي الله تعالى ذنبجات مصر قالت يا أهل مصر آويتمون أعواكم الله وأكرمتمون أكرمكم الله وهم يحبون أهل البيت ويتبركون بهم السؤال بقى هل هنا فيه شرك ما هم بيسموا الحجد شرك وما هو الشرك وهل هنا مخالفة شرعية الأمر لا يعد أننا نزور قبرا قبر رجل صالح ونتبرك به لا نعبده والله ما صلينا لهم والله ما زكينا لهم والله ما سجدنا لهم والله ما صمنا لهم كل ما في الأمر أننا نتبرك بهم سبت رسول الله مولانا الإمام الحسين يعز على جدا أي واحد يجفو الإمام الحسين إذا كان عايز من أهل الجنة يبقى سيدنا الحسين سيده وكيف ذلك ألم يقل رسول الله سيد شباب أهل الجنة سيدة شباب أهل الجنة شباب مش المرد بشباب أهل ما أهل الجنة كلهم شباب لكن المرد لنفي إيه لاستثناء مين مشيخ الصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان المشيخ الكبار لكن هما سيدة شباب أهل الجنة ومين هيوصل لهم بالمكانتهم سيدنا الحسين أمه كاملة طبعا بنت كاملة بنت كامل ونعم بالله هم كما ورد سفينة نوح أهل بيتي كسفينة نوح من راكمها نجأ ومن تخلف عنها هلك بس سفينة بيتي بتصعد كنا في الماء لبتصعد إلى الأعلى السماء إلى الجنات ونعم بالله ترجمة نانسي قنقر